تقدم المساعدة لضحايا الانفجار ويتم إيوائهم مؤقتاً في مراكز خاصة ومن أجل شراء مساكن جديدة ستخصص الدولة مليون هريفنة لسكان المبنى المدمر حسب مأفاد مجلس المدينة كما سيتم تخصيص مدفوعات للمتضررين مقابل علاج الأقارب أو دفنهم ازداد عدد الناس السيارات المدنية تعيق مرور السيارات الإنقاذ والشرطة تطلب من الجميع سحب السيارات يقوم الرجال بجمع الأنقاذ بالمجارف إحدى النساء تفعل الشيء نفسه ولكن بدلاً من المجرفة كانت تحمل لافتة طريق خلعه الانفجار عن العمود يدفع الناس معاً إحدى السيارات المحترقة جانباً لفسح المجال أمام السيارات الإنقاذ تتشكل سلسلة حية حرفياً يتم تمرير كل شيء من يد إلى يد حجارة وقطع من النوافذ وقطران من السطح ومكيف هواء مكسور في وقت سابق من أجل تفسيط عملية الدفع نفذت أوكرانيا إصلاح الحمايات الاجتماعية كما تم إنشاء قاعدة بيانات موحدة للنازحين داخلياً وتم تفسيط عمليات الحصول على المساعدة مع الحفاظ على حجم المدفوعات الآن من أجل حصول على المزايا المدفوعات المنصوصة عليها في القانون التأمين الاجتماعي يمكنك الاتصال بأي مركز خدمة لصندوق المعاشات التقعودية في أوكرانيا أو من خلال البوايبة الإلكترونية لخلادمات الإلكترونية لصندوق المعاشات التقعودية في أوكرانيا وللأشخاص المؤمن عليهم من خلال حساب شخصي يسمع لك بنشاء وإرسال استئناف على الرغم من الصعوبات الناجمة عن الغزو الشامل توفر الحكومة الأوكرانية الحماية للفئات الأقل حماية المرغمون على النزوح والأشخاص في سن التقاعد والأشخاص الذوي الإعاقة والأسر التي لديها العديد من الأطفال بالنسبة لهم هناك برامج دعم ويتم اعتماد برامج جديدة بانتظام كما تساعد الدولة في دفع فواتير الخدمات العامة فقد استمر الدعم لفئات مختلفة من السكان وتم إطلاق برنامج لاستبداب للمصابيح القديمة بالمصابيح الموفرة للطاقة صندوق التقاعد بلا انقطاع في ظروف صعبة غير مسبوقة تم دفع جميع المستحقات الاجتماعية دون انقطاع في المجموع تم دجميعها ودفعها في العام الماضي بما يقرب من 800 مليار غريفنة في عام 2022 أعيد النظر بالمعاشات التقاعدية وتم زيادتها بنسبة 16% في المتوسط بمبادرة من الرئيس فولاديمير زيلينسكي قدمت الحكومة مبالغ إضافية بقيمة 300 غريفنة لمن تتراوح عمارهم بين 70 و75 عاما وأربعمائة غريفنة للمتقاعدين الذين تتراوح عمارهم بين 75 و80 عاما وما يصل إلى 500 غريفنة لمن هم فوق الثمانين في المجموع في عام 2022 دفعت الدولة معاشات تقاعدية لأحد عشر مليون مواطن في الوقت المحدد وتبين أن إيرادات الميزانية من أرباب العمل زادت بنسبة 6% عاما كان مخططاً له وبلغت 375 مليار هريفنة